مقام سيدنا عبد الله عليه السلام مقام عظيم جداً عند الله تعالى ولكن الآن أسألكم أين يمكن أن نزوره؟ أحد منكم وصل إليه؟ عرفتم موضعه أين؟ نحن قد مر معنا أنه دفن على المشهور في دار خاله في المدينة المنورة النابغة النجار من بني النجار يعني في محلته أو في ديار بني النجار من المدينة وهذا الموضع الدار نفسها قد تعاهدها المسلمون منذ قرون كانوا يتعاهدونها ويتشرفون بزيارتها والتبرك فيها وزيارة والد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بعد جريمة الوهابيين النواصب لما استباحوا المدينة المنورة كما بيّنت لكم البارحة قبل مئة عام وهدموا الآثار الإسلامية لم يهدموا هذه الدار أبقوها فكان الناس خصوصا مع تقادم الزمن يذهبون إلى هناك ولو خلصة مثلا أو بنحو ما ويقفون احتراما لوالد رسول الله صلى الله عليه وآله ويزورونه لا بس إذا عندكم صورة صورة قديمة لهذه الدار ومكان مدفن سيدنا عبد الله عليه السلام من تعرضوها إلينا هذا المكان ويمكن هم هم كاتبين تلاحظون الناس كاتبة هالشكل كاتبين هذا قبر تحت تشوف مكتوب عبد الله بن عبد المطلب لاحظ تحت كلش شفتوا هذا هو يعني مكتوب هالشكل تقريبا وشوفوا أيضا التعليق اللي تحت الصورة كاتبين المقابر قبر عبد الله بن عبد المطلب صورة لدار النابغة بزقاق الطوال حيث يوجد قبر عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وآله وقد بنيت هذه الدار في منازل بني عدي بن النجار أخوال النبي صلى الله عليه وآله طيب فماذا حصل في هذا الموضع الشريف مع الأسف الشديد لقد نبش نبش والد نبينا صلى الله عليه وآله ليس قديما بالمناسبة ليس قديما نحن يا سنة الآن ألف وأربعمية أربعة وأربعين سنة ألف وأربعمية وخمس في تلك السنة قبل تسعة وثلاثين سنة تقريب أربعين سنة تقريب في هذه الحدود نبش قبر والد نبينا صلى الله عليه وآله بذريعة ماذا ما سموه التوسعة على أساس توسعة الحرم النبوي الشريف المسجد النبوي الشريف فهدموا هذه الدار ولم يكفهم ذلك هذه دار تاريخية يعني أنت حتى لو افترضنا شوفوا حتى لو افترضنا أنه ما من قبر هناك ما من شيء هناك أصلا بس هذه دار تاريخية يعني أين وجدت أمة في الدنيا أين وجدت دولة تفرط بالآثار التاريخية اللي صار لها ألف واربعمائة سنة يعني احترم أبقي هذه الآثار وهذه ما رح تتعارض مع قضية التوسعات ترى بالمناسبة لأنه في الهندسة يعني بإمكانك أنه تعمل كل التوسعات مع المحافظة على هذه الآثار المقدسة لأثار التاريخية تحافظ على أماكنها شاخصة بنحو ما بإمكانك تسوي هذا الشيء يعني مو صعب ولكنه الغل والحقد على كل ما يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله بصلة انطلاقا من هذه الأيديولوجية الناصبية الخبيثة الشيطانية الأيديولوجية الوهابية التي لديها حساسية مفرطة تجاه كل ما يتعلق بالآثار النبوية لا يريدون للمسلمين أن يصلوا إلى هذه الآثار حتى يتبركوا بها بدعوى أن التبرك بها شرك أو ذريعة إلى الشرك هدموا هذه الدار ولم يكفهم ذلك فنبشوا القبر الشريف لسيدنا عبد الله بن عبد المطلب في جنح الظلام في ليلة مظلمة بسرية تامة وتحت حراسة مشددة نقلوا جثمانه الشريف إلى موضع آخر ليس معلوما حتى هذه الساعة على وجه التحديد يقال إنه في البقيع وهناك بالفعل وناس يذهبون إلى هناك ويزورون سيدنا عبد الله عليه السلام لكن ليس محددا ولا محرزا لا ندري أي هذا تم بأمر من اللعين الملك فهد نعم كان فهد يحكم هو الذي أمر بذلك كان متفونا صلوات الله عليه إلى الجانب الغربي يعني إذا وقفت أنت وأعطيت يعني استدبرت القبلة وواجهت فلنقل واجهت الحجر النبوي الشريف واجهت محراب المسجد النبوي الشريف مثلا فأنت هنا تتجه إلى الشمال صحيح جنوبك يصير شنو مكة فإلى الجانب الغربي هذا ذاك الجانب اللي هو يكون مقابل البقيع كان هناك متفونا صلوات الله عليه وسلم ففي تلك الليلة أخذوه ونقلوه إلى موضع أخر وحرم الأمة حتى هذه الساعة من أن تزور والد نبيها صلى الله عليه وسلم لا بس أن تعرضوا لنا إذا تفضلتم المقطع المرئي الذي يصف هذا الأمر لنا هذا الباب باب ستة باء أمام المأذنة الجنوبية الغربية هذه المأذنة الجنوبية الغربية إذا وصلت عند الباب تلاحظ معي المظلات هذه شايف المظلات؟ احسب معي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر 11 11 مظلة شايف المظلة رقم 10 ورقم 11 هذه ما بين رقم 10 ورقم 11 هنروح له الآن أشوف طبعا هذا العمود رقم 10 وهذا رقم 11 حنو ما نبغى 11 نبغى رقم 10 ما بين 10 و9 في هذا الموقع بيت النابغة النجاري خال عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في هذا المكان في ساحة الآن تعتبر ساحة المسجد النبوي طبعا هذا البيت كان موجود إليه عام 1405 عندما أمر المكان أنه نقل بطريقة سرية وتحت حراسات ولكن يقال بأنه كان جسده طريا بمعنى أنه دفن كأنه دفن في نفس اليوم قد لك فهد رحمه الله بالتوسعة التي نشاهدها الآن أمر بهدم جميع البيوت الموجودة والفنادق ومن ضمنها كان بيت النابغة ونقل إلى مقبرة البقيع في هذه الموقع طبعا بعد الروضة الشريفة مقبرة البقيع هذا بالنسبة لموقع قبر ونقل جثمان عبد الله بن عبد المطلب يقال أنه نقل إلى البقيع طبعا نقل ليلا بطريقة سرية عبد الله بن عبد المطلب ما أحد يعلم في أي ليلة تم نقله إلى البقيع ولكن تم نقله وطريقة سرية جدا نعم سمعتوه شنو قال تم النقل بأمر الملك فهد لعنت الله عليه بسرية تامة تحت حراسة مشددة ولكن لا تفوتكم هذه النقطة التي شهد بها أنهم لما نبشوا القبر الشريف وأخرجوا جثمانه وجدوه طريا وكأنه قد مات الساعة هذا يقال عنه إنه من أهل النار والعياذ بالله انظروا إلى كرامته عند الله جل وعلا وشفت الموضع ليس ببعيد على بضع أمتار يعني على مقربة على أمتار معدودة من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله شوفش قد كان حلو لو أن الأمة لا تحرم من ذلك تذهب تزور رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تخطو خطوات تزور والده صلى الله عليه كل هذا راح ليش راح لأننا نحن لم نتحرك لم نتحرك منذ مئة عام شوفوا هذه جريمة جديدة صارت في عهدنا في عصرنا هذه صارت هذه لا تقول في عصر أبائنا وأجدادنا صارت ما أدركنا ذلك الزمان هذه الجريمة الآن التي تضاف إلى الجرائم السابقة جرت متى ونحن كلنا أحياء بس أحد يدري بيها أحد ما التفت إلها ولا أحد وحتى لو كنا التفتنا كنا سنلطم وننوح فقط ترجمة نانسي قنقر